تسع سنوات مرت ولا يزال أمل هذه السيدة المسنة بلقاء ولدها الذي اختفى مع دخول تنظيم داعش إلى محافظة نينوة وتعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة وتؤكد أنها حصلت على صور ومقاطع فيديو تثبت وجوده في أحد السجون السرية يعني شنو قصد دولة بيهم؟ ليش عوائل الدواعش تواجه وتروح وتجي؟ ليش ولدنا خفوهم؟ شنو السبب؟ ولدنا خفوهم؟ ولدنا كلها موجودة زي عبا ما عدنا دفاتر ننطي؟ لو عدنا دفاتر ننطي ولدنا طلعت ما ظلت لسا ويعيش ذو المختفين قسرا أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة عدم معرفة مصير أبنائهما مطالبين رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وإنهاء معاناتهما وتقول مفوضية حقوق الإنساني إن أكثر من خمسة آلاف مفقود ومختف قسرا مسجرين في محافظة نينوى إلا أنها تعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من هذا بسبب عزوف الكثير عن تسجيل مفقوديهم أو لجأوا إلى منظمات ومؤسسات دولية كذلك تتابع المفوضية طبعا هذا الرقم خمسة آلاف ويزيد هو ليس الرقم النهائي هو مجموع من قد تقدموا ببلاغات أصولية رسمية لمكتب المفوضية هناك الآخرون لم يقدموا لجأوا إلى المؤسسات أخرى كالصليب الأحمر أو بعثة الأمم المتحدة إلى ما هناك من الجهات التي يعتقدون أنها قد تصل بهم إلى نتيجة ورغم عدم وجود أرقام رسمية للمختفين قسرا في العراق إلا أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى وجود أكثر من مليون ومئتين وخمسين ألف شخص اختفوا قسرا في العراق خلال العقود الأربعة الماضية وتتحدث منظمات المعنية بحقوق الإنسان عن وجود حالات افتزاز وخداع تتعرض لها عائلات المختفين قسرا تتمثل بطلب أشخاص مجهولين مبالغ مالية كبيرة مقابل الكشف عن مصير ذويهم حيث محمد الحرة الموصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر